اللهم صل وسلم على سيدنا ومحمد وعلى أهله وأصحابي أجمعين النهاردة بإذن الله كده ما شاء الله والحوال والاقوة إلا بالله زي ما أنتم شايفين دورة البط بتاعتنا ماشيين بيها اليوم بيوبهم أو اليوم استقبال لحد النهاردة اليوم العاشر النهاردة بإذن الله معنا وصفة جميلة جدا مضادة للسموم والبكتيريا والفيروسات وكمان لجميع الإسهالات وعاوزة كمان أقول لكم معنا فتح شهية جميل جدا للطيور كمان للبط جميل جدا ينفع للبط لجميع أنواع البط وكمان الفراخ حتى كمان الفراخ البيضة فراخ التسمين يمشي معاها يعني كده حاجة معنا بسم الله ومشاء الله حاجة كده جميلة إن شاء الله كده وزي ما أنتم شايفين طبعا البط فرش كده ومفرفشت أهم حاجة جمال اللي أنتم تشوفوا البط بتاعنا علشان نعرف نجاح الدورة اللي احنا ماشيين فيها للبط بتاعنا أو للفراخ يبقى احنا لازم نشوف البط معنا كويس بيمشي حلو بيجرى حلو ناشط كده معنا مهوش يعني مش واخي الجنب أو أنه هو ممتنى عن الأكل لازم الحاجات كلها نكون عندنا قوة ملاحظة فيها دوات كده زي ما أنتم شايفين دوات الأكل بتاعي مبارح يعني بقيت الأكل إن أنا كنت حطاه له من بالليل ما شاء الله أكله نعطش الله حاجة بسيطة منه طبعا أنا مش هارميه أنا هكمل عليه بقيت الوصفة بتاعتي النهاردة حاجة كده جميلة عاوز أقول لكم النهاردة أنا حطاه له في السقاية مية آآ مية فقط يعني ما حطيت لهش فيها أي حاجة كل اللي أنا حطيت آآ كل الحاجات اللي أنا حطيتها النهاردة معايا في الوصفة حطيتها على الأكل بس إنما النهاردة كده عطيه له كده رياحة من أي حاجة حطه له في قلبه المية حطه له مية من الحنفية فقط لا غير طب إحنا عارفين إن البط كل ما بيشرب كل ما هو بيروح يأكل ده شيء أساسي ومؤكد فلازم أن المية بتقطعهاش من قدام البط لو هو البط عمري لسه صغير يعني عمري يوم كده أو يومين أو ثلاثة يبقى أول ما يشرب خلاص ويخلص شرب تقوم شايلة من قدامه خلاص يستقاية بتاعته ما تحطهاش لبعديها بشوية علشان ما يغراش نفسه وكمان يرجع إن هو يبرد أو إن هو يخش في دور إسهلات وبردو والكلام اللي إحنا كلنا عارفينه ده زي ما أنتوا كده شايفين مشو الله ربنا يبارك يا رب والحلو والكوة إلا بالله الدورة معايا ماشية سليمة هي الحمد لله من أول يوم لحد النهاردة النهاردة كده بإذن الله هنعمل بقى حاجة كويسة جدا للبط بتاعنا هنحطولي إيه أو إن احنا هنضف له إيه أنا معايا هنا علبة علف زودت له كمية شوية كده كنت الأول بحط له ربع علبة النهاردة ما شاء الله مزودة له كمية بتاعته ومعايا بقى كده خلطة جميلة جدا هقول لكم الخلطة دي ايه أول حاجة الخلطة دي تقريبا بصلايا كده وسط بصلايا وسط معاها معلقة كوركم كمان معاها من خمس لست كمان محطة عليها معلقة كوركم زغيرة والحاجة بقى اللي انا حطاها النهاردة اللي قتلى للبكتيريا والفيروسات النهاردة حطا معلقة خل بس طبعا معلقة الخل انا محططهاش على المية وحاولوا بقدر الامكان ما تحطوش خل كتير لان الخل من الحاجات اللي بتهر الكبد وبتطعب بتطير جدا جدا كل حاجة لها نسب معينة لازما وانت بتستعمليها تكوني واغدبالك منها كويس عشان ما تضريس صحي تطير اللي قدامك ازا كان بط ازا كان فراخ ما ينفعش ان انت تحطي حاجات بزيادة فانا النهاردة حطيت معلقة الزغيرة فقط لغير على البصل والطوم والكوركم النهاردة انت عارفين انه كوركم الحاجات اللي هي جميلة جدا رفع مناعة وكمان بيتزود الوزن البسط منشط عام غير كده كمان انه هو بيتل اي نوع من الامراض كمان انه هو بيرفع معانا الشهية بتاعت البط بيخلي البط يبقى عنده اجبال على الاكل وكمان بيتل اي مكروف في قلب البطن عشان طبعا انت عارفين ان البصل جوا المادة بتاعته او الميا بتاعته بتبقى حمية وبتبقى كده حرة فلازم ان هي اي مكروف في قلب البطن بتقتله الطوم عاوز اقول لكم انه هو قتل الفيروسات وكمان قتل السموم يعني بصوا الوصفة بتاعتنا متكاملة جدا في السن دوت لازم ان احنا ندهاله علشان خاطر طبعا لو في اي حاجة لو قدر الله عندنا نلحقها بسرعة كده هو ساعاوز اقول لكم كمان ان البط من الحاجات اللي بتستحمل يعني من الحاجات اللي بيبانش عليها التعب قوي بدري بيبان عليها التعب متأخر فاحنا لازم نكون عاملين حسابنا في الحاجات دي الطوم والبصل من الحاجات كمان اللي هم بيبقى رحوتهم نفازة يعني البط تتلاقي البط والفراخ كده بيجوا عليه بينقومن وسط الاكل ولو انت عودت البط بتاعك زي من اور الدورة زي ما انا مشيت هتلاقي البط عندك اكل وشبع وزي ما انتوا شايفين كده ماشاء الله يعني شكل البط كده كويسة جدا جدا عمره عشر ايام غير كده كمان يعني كمان يومين تلاتة او على سن الخمستاشر يوم هبدأ ان انا اوزن معاكم البط على الميزان وهنشوف الوزن بتاعهم عامل ازاي ما شاء الله ولا حول ولا كوة الا بالله كمان عاوز اقول لكم انتوا شايفين طبعا كل بطاية طويلة البط اللي هو البط اللي هو تتلاقي نافر كده وتلاقيه طويل كده ومليان وحلو دوت تعرفوا ان دوت الدكورة البط اللي بتلاقيها زغيرة ديت وتلاقي الضهر بتاعها عريض شوية وتلاقيها زغيرة دية بتبقى نوتي طب ما في ناس كتير بتقول ان الدكورة بتبقى ظهورها بتبقى ظهورها عريضة الفرق بين الضكر والنتاية ان النتاية بتبقى زغيرة في الحجم رأسها زغيرة الضهر بتاعها بيبقى عريض سنة يعني سنة صغيرة انما الدكور بيبقى رأس بتاعته تخينة بتبقى مليانة كده بتبقى البطاية طويلة وبيبقى الضهر بتاعه مصحوب كده وطويل دوت الفرق بين الضكر والنتاية بيبقى منه العمر ده وكويس جدا جدا في ناس تقدر ان هي تعرف الدكور من اول ما يطلع من البيضة انا الحمد لله بقدر اميز بين الدكور وبين النتاية اول ما بيطلع من البيضة بيبقى معروف الدكور من النتاية بيبقى شكله ازاي حتى بيبقى واضح النتاية بتبقى صغيرة وان الدكور بيبقى كبير زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم انا عندي هنا اغلبية الدورة بتاعت البط ديت اغلبية كل اللي فقد القرى ما شاء الله ورحمة الله ركوة تعالى بالله اه عند عدد نوتي يعني شوية صغيرين بس الحمد لله يعني كويسة مبسوطة جدا انا عموما ما بحبش النوتي الكتير يعني انا حتى ما بيكون برقاد ما بحبش النوتي الكتير في الرقادة يعني بقى اقل حاجة مساموك رقادها خمس ستة نوتي تسعة نوتي ما بزودش عن كده علشان كمان المكان عندي المهم ندخل بقى في الموضوع بتاعنا معلقة الخل اللي انا حطتها دي معلقة صغيرة المعلقة دي بتقدر على البكتيريا وبتقدر كمان على الفيروسات عاوز اقولك ان الفيروسات كمان لما بتصيب الطيور اذا كان فراخ او بط اقل حاجة ان انت تعمليها فيها معلقة خل ولمون الخل واللمون عاوز اقولك اي فيروس يعني ما بيعيش خالص في اي حاجة حمدية اي حاجة حمدية زي اي زي الخل وزي اللمون وزي الطوم الحاجات دي بتبقى اساسية وبتقدر كمان علي والبكتيريا نفس الطريقة يعني الخل كمان بيقضى على البكتيريا وبيقلل متنشير بتاعها وكويس جدا 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 لدورة البط بتاعتنا وزي ما انتم شايفين كده طبعا هم كلهم دلوقتي بيشربوا يعني ما شاء الله ربنا يبارك هم بيبدأوا ان هم يشربوا طبعا الاول وبعد كده بيبدأوا ان هم يكلوا انا باجع العصرية بتلاقي ما شاء الله ولا حول الكتا الا بالله بتلاقي الاكل بتاعهم خلاص قرر بيخلص بس ما بيش بشيلوا من قدامهم الا المغرب زي ما قلتلكو في الفيديوهات اللي فاتت الميا ممكن حطوهم كمان دور ميا بس ما بحطوش على طول بعد ما السقاية بتخلص بحط كده بعدها بساعة ولا بحاجة بقوم منزل لهم سقاية تانية بميا نظيفة علشان طبعا يقدر ان هو يشرب ويقلق ان لو ما شربش عمره في حياته ما هيكل لان عاوز اقول لكم ان العلف كمان واحنا كمان في الصيف العلف بيبقى حامي فما ينفعش علف بدون ميا لازم الاثنين عشان تعملي التوازن بينهم هما الاثنين اهم حاجة بقى في تربية البط الصحيحة لازم البط يستفى في مكان واسع وكمان في حاجة لازم ما تحطش الاعمار كلها مع بعضها يعني ما ينفعش بط عمر عشر ايام او بط عمر اسبوعين تحطي لك تحطي معا بط عمر يوم ولا اتنين ولا تلاتة ما ينفعش لازم ان انت تفرقي بين الاعمار علشان طبعا البط الكبير النوع اللي هو بيفضل بيبقى عنده حالة كده عاوز يعرف اللي قدامه او ان هو بيعود عضعة فيه فما ينفعش ان انت يسيب بط صغير مع بط كبير تفصلي دوت عن دوت لو انت عندك مثلا رادة طالعوا فرقة تانية حاولوا بقدر امكاني ان انت تفصلي عن دي او ديت لغات لما يكبر شوية وبعد كده حطوهم مع بعض عادي ما حصلش اي مشاكل اه بكده اكون خلصت معاكم الفيديو لو انت استفدت مني باي معلومة ما تنسنش في الاشتراك وفي الايك وبالله عليك احط لايك للفيديو كده وانت بتتفرجي لو انت وصلت معاها لحد هنا فضلا منك طبعا وليس امرا ما مش حاجة بالغزب حط لايك للفيديو مع السلامة وشوفكوا بكرا باذن الله